فشوفتم حضراتكم خطورة فكرة ان انت تكره الخير للناس او انك انت تفتح باب شر عليهم ده ممكن يوصلك الى قلة الايمان وضعف الايمان والله اعلى ما يوصلك لايه بعد كده فالموضوع يا جماعة مش سهل ومش مجرد حديث كلنا حفظينه لا ده الحديث ده وان كنا حفظناه احنا صغيرين بس كان المهم ان احنا نتربى عليه واحنا صغيرين ان فيه قيمة مهمة من حس احيانا انها بتختفي من مجتمعاتنا وبدأت تتلاشى خصوصا في اسمات الانسان المعاصر السبعة اللي دايما بقولها لحضراتكم واللي اولها الفردانية الفردانية اكلت ان تحب لاخيك ما تحبه النفس اكلت الرحمة بالناس اكلت الخير للناس اكلت ان اخراج الجمال من الناس ويمكن علشان المعنى ده سيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي بيقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا يعني ايه يعني انا مش هدخل الجنة غير لما احب اخويا لدرجة ان العلماء يختلفوا في الشخص اللي بيكره الخير للناس ويؤذيهم هل يسمى مؤمن نقص الامان او لا يسمى مؤمنا اصلا وانما يقول له هو مسلم وليس بمؤمن على قولين وهم رويتين عن الامام احمد لو فتحت كتب السنة هتلاقي حضرة النبي بيعمل ده لأصحابه الكرام فبيقول لي سيدنا مثلا يقول لي سيدنا ابي ذر رضي الله عنه قل لي قل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفة واني احب لك ما احب لنفسي انا والله لو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الكلام ده في ابيه وامي صلى الله عليه وسلم ادوب لكن رسول الله عليه وسلم يقول له اني احب لك ما احب لنفسي لا تؤمرن على اثنين يعني ما تقبلش الامارة على اثنين ولا تولين مال يتيم ما تتوليش مال يتيم طب حظة النبي نهاء عن ذلك ليه لما رأى من ضعفه انك مرأى انك مرأى من ضعيف وانه مش عايز انه هو ما يقدرش يقوم بالواجب لان الواجب ده فيه مسؤوليات كتيرة والمسؤولات دي وسيدنا علي يحكي موقف شبيه بده فيقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اني ارضى لك ما ارضى لنفسي الله واكره لك ما اكره لنفسي لا تقرأ القرآن وانت جنب ولا انت راكع وانت ساجد له كمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يوسع اصحابه بكده فيروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا ابي هريرة احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولما سيدنا معاز سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الايمان قال أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وإيه اللي حاصل وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله يعني وإيه كمان يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت يا سلام ده منهك ده أساس تربوي نبتدي ربي أولادنا عليه ونتربحنا كمان عليه فالموضوع يا جماعة مش حاجة بسيطة كده مش حاجة هميشية مش حاجة نروح له لما نكون فضيين ولا نروح له لما نكون محتاجين إلى علاقة مع حد ده جزء ركن من حياتنا ما إزاي ما إحنا متصورين ده حديث وخلاص إحنا حافظينه وممكن نتكلم عنه لما نيجي نذكر نفسنا لا 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 ده منهك حاجة منهك حياة بيخليك تحس إزاي أنت إنسان ربنا فترك على أنك أنت تعيش في مجتمع وعشان كده بعض الناس بيجعلوا لهذا الحديث ربع العلم وربع السنة زي ما قال سيدنا أبو داود وخلينا أقول لحضراتكم بعض الأرقام نتيجة غياب الخلق ده في بيئة العمل مثلا فالإحصائيات بتقول من المحترفين 80% بيقولوا إن بيئة العمل السلبية تضر بصحيتهم العقلية يا أنا عربي أنا ندماغهم أنت ممكن تتبري 80% بيقول من المحترفين فطبعا أتقلل من قدرتهم الإبداعية في العمل وأقروا إن بيئة إن 85% من بيئة العمل بتتأثر بشكل كبير جدا على إنتاجهم يعني 85% بتأثر وده اللي انعكس في الرقم اللي جاي هنا التكلفة السنوية اللي ضعف الصحة العقلية في مكان العمل بتتروح من 79 ل 105 مليال دولار علشان كده نلاقي حضرة النبي صلى الله عشان إيه علشان كل ده كان رسول الله على ذكر فيه ورسول الله على رسول الله بيخبر نبيه فلما تيجي التقارير دي وتيجي الأرقام دي نقول صدق رسول الله وصلى الله عليه وسلم علشان كده حضرت النبي جعل سبب في دخول الجنة إيه هو إيه اللي حصل إيه اللي ورد في صحيح الإمام أحمد رحمه الله عن يزيد بن أسد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك آه صح كده بيأتي العمل ما يبقاش فيها الكلام ده ما يبقاش فيها كل الحاجة اللي احنا مصطلحين إن الناس بيمرسوها في الإيقاع ببعضه لأزى بعضه والدسيسة